بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وثائق تفضح المؤامرة السعودية على الأراضي اليمنية هذه الوثائق المسربة والتي نشرتها الجزيرة نت بتكشف حقيقة المواقف السعودية من أبرز الملفات اليمنية وديت صور لهذه الوثائق نحاول نطلع وحضرتكم على أهم ما جاء في هذه الوثائق التآمرية على الشعب اليمني وعلى وحدة الطراب اليمني والذي نجد فيه السعودية متآمر أصيل وأساسي لما يجري وما يدور على الأراضي السعودي اطلعت الجزيرة على 162 صفحة من الوثائق السعودية السرية التي تكشف عن معلومات مهمة بشأن طريقة إدارة النظام السعودي ملف اليمن منذ انطلاق الثورة الشبابية عام 2011 وترجع الوثائق إلى فترة زمنية مهمة وحساسة في اليمن مهدت لاندلاع الحرب في 2015 كما تناولت الوثائق ملفات لا تزال مفتوحة حتى الآن وأظهرت موقف الحكومة السعودية من قوة وشخصيات تطالب من فصال الجنوب ومن إعادة النظر في دعم القبائل وعدم تحركها لإيقاف الحوثيين عن اقتحام صنعاء رغم توصية الاستخبارات السعودية بذلك وتلقي هذه التسريبات الضوء على الأجندة الحقيقية للسعودية خاصة بعد تقديمها الأسبوع الماضي نسخة محدثة من اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الانفصالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ومحاولة تصوير هذا الاتفاق بالإنجاز وتثبت الوثائق المسربة كريس المملكة منذ نهاية 2011 سياسات عدة دفعت اليمن للوصول إلى وضعه الحالي وتتعلق الوثائق بعدة ملفات خطيرة وأهمها الملف الأولاني ملف الجنوب كشفت الوثائق أن السعودية كانت تتعامل مع فصل جنوب اليمن كأحد الخيارات الأساسية لحل ما تصفه بقضية الجنوب إلى جانب طرح خيار الفيدرالية المحتمل مرحليا وأنها كانت تحاول استغلال الوضع والاحتجاجات في الجنوب لخدمة مصالحها فقط وآدي خطاب موجه لصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية موجه من مين؟ من حيضر أبو بكر العطاس رئيس وزراء اليمن الأسبق وبتكلم فيه العطاس عن طلبه من السعودية أن تسمح بانفصال الجنوب ومعاملتها كدولة مستقل فقد سعت لدعم واستقطاب عدة كيانات جنوبية بعيدا عن علم الدولة اليمنية وجندت بعض القيادات الجنوبية لرصد تحركات ومواقف كل طرف في الجنوب مقابل توفير دعم مادي لهم كما تشير إلى ذلك وثيقة صادرة برقم كذا في تاريخ 15-2-433 هجرية الموافق 9-1-2012 من مكتب وزير الداخلية وظهرت الوثائق أيضا أن السعودية أوعزت بالتجسس على اجتماعات الجنوبيين التي كانت تتم برعاية دولية وأنها جندت بعض الحاضرين فيها لرفع تقارير وكتابة ما يطرحه كل طرف الملف الثاني بعد كده كان ملف القبائل وبتكشف الوثائق بشكل واضح أن التراتيجية السعودية في اليمن قائمة على تفكيك البلد عبر دعم الكيانات المختلفة وليس الدولة لضمان بقاء تلك الكيانات القبلية والسياسية كقوة ضغط ونفوذ توازي قوة ونفوذ الدولة اليمنية مع تحريض بعض تلك القوة على مواجهة قوة أخرى بما يحقق مصالح المملكة على حساب اليمن وتظهر وثيقة عنونة بسر جدا محضر اجتماع لجنة مراجعة مخصصات المشايخ اليمنيين وصادرة من مكتب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية السعي الدائم لتكريس سلطة القبيلة من خلال تقديم الدعم المادي لبعض المشايخ مقابل ضمان تنفذهم أجندات وسياسات الرياض وأن مقدار الدعم لشيوخ تلك القبائل يحدد حسب أهمية كل قبيلة ومدى التزام شيوخها بتنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة إليهم بعيدا عن سلطة الدولة اليمنية ده اللي بتعمله السعودية في اليمن فضايح طبعا علاوة على ذلك كانت المملكة تجاهل طلبات الدعم التي كانت تارد من السلطة اليمنية ممثلة في ذلك الوقت في الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء حينها محمد بسندوة في حين كانت تصرف مبالغ كبيرة لشيوخ القبائل كمنح شخصية لهم ومنح لتنفيذ بعض المشاريع في مناطقهم لضمان ولاء أفراد القبيلة وده هذا صورة من الوثيقة المسربة ووفقا للوثائق جندت السعودية عددا من القبائل لقتال قبائل وكيانات أخرى كانت تعتبرها مناوئة للسعودية يعني حرب أهلية بالوكالة وسعت لضمان تنفيذ تلك القبائل أجنتة السعودية بعيدا عن سيادة وسلطة الدولة اليمنية وتظهر الوثائق السرية أن الرياض كانت تتواصل بشكل مباشر مع مشايخ القبائل لإدارة وتنفيذ عمليات منفردة خارج سلطة الحكومة الشرعية رغم أن السلطات السعودية كانت بإمكانها التنسيق عبر سلطة الدولة اليمنية لكنها كانت تحرص بشكل كبير على تفتيت سلطة الدولة من خلال تقويت شوكة القبائل ودعمها بالمال والسلاح مخصصات القبائل ده الملف اللي بعد كده وضمت الوثائق خطابا مصنفا بسر للغاية بتاريخ 29 صفر 1431 للهجرة الموافق 2010 من قبل ملك السعودية أنذاك عبدالله بن عبدالعزيز يوعز فيه بتوفير مبلغ 50 مليون ريال حوالي 13 مليون دولار لدعم وتسليح القبائل اليمنية الموالية للمملكة في المناطق المحاذية للحدود السعودية والسعي لضمان ولاها وفي برقية في 19 رمضان 1433 من طرف القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء السعودي إلى ولي العهد يشير صاحب الرسالة إلى أن أحد كبار شيوخ القبائل في اليمن وزيارته المملكة وما تخصصه له الحكومة السعودية من أموال ويقول المسؤول السعودي سبق أن صدرت توجيه السامي الكريم العام الماضي بإيقاف المخصصات الشهرية لكبار المشايخ بناء على تدخل الرئيس اليمن السابق ثم وجه صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن عبدالعزيز بصرف مساعدات سنوية لمن يقوم منهم بزيارة المملكة وتضيف البرقية أن هذا الشيخ الزائر صرف له في رمضان من العام الماضي مبلغ واحد ونصف مليون ريال سعودي وأنه تم العرض لسموكم باقتراح صرف مبلغ مماثل له صرف له العام الماضي وسيسلم له بعد أن تشرف بالسلام عليكم وفقا للنص البرقية بعد كل ملف اللي بعده إعادة النظر في التحالفات وفي برقية أخرى من طرف وزير الخارجية السعودية أن ذاك صعود الفيصل المؤرخة في 2012 يقر الوزير بأن علاقة المملكة مع اليمن ارتكزت على شيوخ القبائل من دون تقييم وقع لمكانتهم وقداراتهم ويضيف أن حرب صعدة مع الحثيين أثبتت أن تأثير المشايخ متواضع وأنهم لم يتمكنوا من حماية أمن وسلامة المملكة بل استخدموا الأمر بالتنسيق مع النظام السابق كوسيلة للابتزاز والحصول على الأموال ودعا الوزير في برقياته إلى تغيير تحالفات المملكة داخل اليمن والانفتاح على المجتمع المدني والأحزاب في ضوء التغيرات التي أحدثتها الثورة اليمني بعد كده في ملف الانقلاب الحوثي وبتوضح الوثائق أن السعودية كانت على علم بكل تحركات الحوثيين قبل سيطرتهم على صنعاء عام 2014 قبلها بسنتين وهي بتفعل ذلك وكانت رصد لكل تحركاتهم وتسلحتهم ومخططاتهم واتفاقتهم مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكشف تقرير مرفوع من رئيس الاستخبارات السعودي عن تحركات الحوثيين ومناطق سيطرتهم ومواقع تخزين السلاح يعني كل دي كان معروف أذو صورة الوثائق أمام حضرتكم وبتوضح الوثائق أن الحكومة السعودية تجهلت توصية رئيس الاستخبارات بضرورة التحرك لمنع الحوثيين مبكرا من التقدم وتركتهم يصلون إلى صنعاء ليكون هناك مبرر لشن حرب وتدمير الدولة اليمنية وفرض التدخل العسكري المباشر فيها يعني شوفوا الوثائق بتشير مع سبق إصرار وترصد أن السعودية كانت تهدف إلى تدمير الدولة اليمنية وفرض التدخل العسكري المباشر فيها يعني ما حدث كان مؤامرة وفي ملفات أخرى كشفت الوثائق عن إعاقة السعودية أي جهود لإعادة إعمار مدينة صعدة بعد توقيع المبادرة الخليجية وتوقف الحروب الست ومنها محاولة إعاقة دعم ألماني وقطري قدم لإعادة إعمار صعدة كمساهمة لحل صراع الحكومة اليمنية مع الحثين حينها مما أسم في تفاقم الصراع هادي والسعودي الرئيس هادي هنا فضيحة بتكلموا أن الرئيس هادي طلب 8 مليون دولار اللي هي كانت 30 مليون ريال سعودي في ذلك الوقت لدعمه في انتخابات 2012 بينما يعني التقرير يقول أن الرئيس اليمني كان رئيس توافقه ما فيش حد كان ضده أصلا وبناء عليه تم اقتراح أن يعطى هادي مبلغ مليون دولار فقط لأنه لحسابه الشخصي وليس لحملاته الانتخابي أظهرت برضو الوثائق أن علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني قالوا أن موقفه غامض وولاءه للسعودية غير جدي ومن ناحية أخرى ساعة السعودية إلى تجنيد وشراء الصحفيين في اليمن كما دللت على ذلك الوثائق إضافة إلى البحث عن قيادات مولئة لها في مدينتي تاعز وإب لتنفذ من خلالهم أجندتها على اعتبار أن المحافظتين تمثلا أكبر تكتل سكان في اليمن ووجود المملكة فيها ضعيف وأوضحت وثيقة برقم سبعة اللي هو بتاريخ 2012 أن المملكة كانت على علم بقيام الرئيس الراحل صالح بتسهيل سيطار التنظيم القاعدة على مناطق جنوبية عبر قائد المنطقة هناك مهدي مقولة ومع ذلك استمرت في توفير غطاء سياسي لصالح عبر المبادرة الخليجية فضايح كبيرة وتآمر كبير للمملكة العربية السعودية على الشعب اليمني لتدمير اليمن وتقسيم اليمن وتهجير الشعب اليمني أي أن ما يتم الآن في اليمن جريمة متكاملة الأركان قامت بها المملكة العربية السعودية ولا تزال ضد الشعب اليمني فمتى يحدث إفاق كاملة للشعب اليمني وتحرك يمن يمني لعلاج التصدعات الداخلية وتجميع اليمن مرة أخرى ليصبح قوة حقيقية اليمن الممزق والمقسم المستفيد منه قوى الاستعمار وقوى التدخل الخارجي وقوى الاحتلال سعودية أو إماراتية أو غيرها على الشعب اليمني بعد هذه الفضائح أن يدرك من هو عدوه ومن هو صديقه أتمنى أن تكون قد وضحت الفكرة لحضراتكم وأن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته